اشتركوا في القناة كالعادة ضيفنا اليوم رابي جيسون سيجيب لنا عن بعض الأسئلة اليوم ويسعدني جداً أن أرحب بكم باسم يسوع المسيح رابي جيسون كيف حالك؟ كيف الحال يا ياسر؟ ساعدت برؤيتك ساعدت برؤيتك يسعدني أن ألتقي بك مجدداً وأنا أيضاً كيف حالك؟ أنا بخير والعائلة بخير ماذا عنك؟ بخير نقول السلام عليكم عليكم السلام ساعد بك وأنا أيضاً افتقدك جمهورك وأنا افتقدتهم أيضاً ساعد برؤيتك وأنا أيضاً نعم أنا فعلاً ساعد حقاً باستضافتك مرة أخرى سنتحدث عن الكثير من الأمور اليوم عن الله من هو ولماذا خلقنا وكيف نتواصل معه وأنا ساعد جداً أن أسمع رأيك في كل هذه الأمور أنا متحمس لوجودي هنا معك في هذا الحوار المهم لنتعلم معك أشكرك إذن كما قلنا من قبل أنا من خلفية إسلامية وأنت من خلفية يهودية وكلانا يؤمن بيسوع المسيح فيسوع المسيح هو الذي غير حياتنا وربطنا به وهو سبب الوحدة بيننا أحب هذا نحن واحد في المسيح هذا هو الوضع الصحيح نعم نحن لسنا أعداء بل إخوة في اسم يسوع المسيح هذا صحيح إخوة وأصدقاء هذا رائع أشكرك يا جيسون لوجودك معنا كما قلنا سنتحدث اليوم عن الله لأني وأنا مسلم كنت أؤمن بالله وكيهودي أنت أيضاً تؤمن بالله وكثيرون يستخدمون هذه الكلمة الله أجد هذا مضحكاً حتى من لا يؤمنون بالله إذا أصابه مكروه يقولون يا رب أليس هذا مضحكاً أو إذا وقعوا في مشكلة يا رب سعدني نعم إذن بالنسبة لخلفية عرفت مثلاً فكرة الله أكبر عرفت أنه كبير أكبر من أي شيء نعرفه موجود في الكون نحن لا نرى لا نعرفه لا يمكن أن نصل له نعم هذا مذهل كلما عرفت أكثر عن الإسلام وجدت الكثير من التشابه بين المفهوم اليهودي والمفهوم الإسلامي في فهمنا لهذا الموضوع فمن الواضح أن هناك سمات واضحة لعظمة الله مثل كونه كلي المعرفة يعرف كل شيء ولا يوجد ما لا يعرفه فهو يعرف النهاية من البداية وهو شخص كلي القدرة وقوي جداً وهو شخص قدير ولا يوجد مستحيل لديه لا يعصر على الله شيء يقدر على كل شيء وهو كلي الوجود في كل زمان وفي كل مكان ويسمو فوق الكل كان يوصف بأنه عال ومتعال وهو مختلف كثيراً بالمعنى الحرفي للكلمة هل يمكن أن تخبرني عن فكرك الذي تربيت عليه؟ حسناً تربيتك مسلم في عائلة مسلمة متعصبة وفكرة الله كانت بالنسبة لي إلهاً خارج المكان والزمان وهو لا يتحرك هو يجلس على عرشه وقد قدر كل شيء وعندما خلقني عندما ولدت كتب علي ما سأكون عليه شخصاً سعيداً شخصاً سيئاً كتب كل شيء يخصني حتى في عبادتي سأتحدث عن ذلك لاحقاً حتى عبادتي سبق الله فكتبها أقصد أنني في حياتي كمسلم لم تكن أمامي فرصة للاختيار أن أعرف أن أختار طريقاً آخر لأنه قدر ذلك فمثلاً إن أردت أن أمشي لكي أعبر الطريق ومت لا يمكنني تغيير ذلك لأنه قدري لا فرر منه هذا أمر والأمر الآخر هو العظمة كما قلت أنت الله عظيم جداً لا يمكنك أن تقترب منه محظور لكن المثير للاهتمام هو أن هناك جزءاً من المسلمين وهم الصوفيون وهم متحررون هؤلاء الناس بدأوا يغنون عن الله ويقولون نحن نعرف الله ويعيش فينا وأنا تربيت كمسلم تقليدي وهذا يعني أن تؤمن بالنص الصوفيون بالنسبة لي غير مؤمنين لأنه كيف يستطيع أحد القول الله يعيش فيه وبهذا الخوف أنا تربيت كمسلم واو نعم أظن من جهة نحن نعلم أن الله قدير وأنه كلي المعرفة وأنه كلي القوة وهذا سر عظمته ولكنني أظن من فهمي للكتاب من وجهة نظر عبرية هناك أمر آخر الله ليس عظيماً فقط لكن حسناً دعنا نتفق أنه عظيم بالفعل بلا شك نحن لا نشك في ذلك الله عظيم نعم لكن الله كبير وعظيم أنا موافق بالطبع على ذلك لكن هناك أمراً يخص عظمته ومرتبط بها هذا الأمر هو صلاحه يمكن أن يكون عظيماً ولكنه ليس صالحاً لأنه منطقياً إن كان شخص عظيماً وقوياً لا يعني أنه طيب أو أنه محب ولا يعني أيضاً أنه رحيم وكل تلك سمات هامة بالنسبة لله ومنها عظمته بالطبع لكن صلاحه أمر مهم جداً أيضاً وجزء من صلاح الله الذين تكلموا عنه صلاحه الأخلاقي أي نقاؤه الأخلاقي وكمال صفاته هناك أمر نتعلمه عن الله هو أنه قدوس إله قدوس أي له قدسية لكن في الإسلام أيضاً نقول الله قدوس ما معنى هذا؟ عندما نقول هذه الجملة الله قدوس أو الله مقدس ما معنى هذا تحديداً؟ هذا يعني العديد من الأمور منها أنه فريد وأنه معتز في القداسة خروق خمستاشر أي أنه مهيب في القداسة يعني أنه منفصل تماماً ولا يوجد شيء دانيسون فيه لكن الأرجح أهم الأمور التي تخص قدسيته كونه قدوس أمور تخص كمال صلاحه وطهارته قدوس تعني أنه صالح وطاهر جداً بمعنى أنه لا يغريه الشر ولا تغريه الخطية وكل الأمور التي تأتي من عند الله هي صلاح وقداسة وطهارة ونقاء ولهذا لديه حساسية ضد الخطية لا يحتمل الخطية لا يحب أن يوجد بقرب الخطية وبسبب إدراكنا لهذه القداسة والصلاح نحن نتجاوب بعبادة وحب وتوقير لله واو هذا يعني كما قلت تلك الكلمة الشيقة إنه لا يحتمل الخطية لا يحب أن تقترب إليه الخطية وهذا يعني أنني إن قلت الله صالح الله قدوس هذا يعني أن الله نور وليس فيه أي ظلمة على الإطلاق بالتأكيد الله ليس فيه أي ظلمة البتة وأرى أن قداسته مرتبطة بحقيقة أنه صادق الله عادل الله بار جدا أوكي؟ وهذا البر عند الله وقداسته مطبقة بشكل عملي في سياق علاقته معنا لذا يتعامل الله دائماً مع الناس باستقامة بمعنى أن معاملته دائماً مرتبطة بطبيعة شخصيته هو لأنه طاهر ومنفصل تماماً عن أي شر يتعامل مع الناس جيداً يتعامل دائماً معنا بحسب صلاحه أعماله لا تتعارض مع وصياه ولا تتعارض مع كلمة الله دائماً يفعل كل ما يقوله وما يطلب منا أن نفعله يفعله هو أيضاً لا يطلب منا أمراً يتعارض مع طبيعته لا يقول شيئاً ويفعل آخر هذا يعني أنه يمكنني فهم كلام الله حرفياً فإن قال إنه يحبني أو قال إنه قدوس أو إنه أمين يمكنني فهم كلامه بشكل حرفي نعم يمكننا فهمه بشكل حرفي لأنه بار فالله لا يقول أبداً شيئاً ويفعل شيئاً غيره وأعتقد أن ذلك بسبب طبيعته لأن الله هو أمت أي الحق أو لا يعرف إلا الحق الله حرفياً هو الأمت والتي تعني في اللغة العبرية الحق والمسير للاهتمام في كلمة أمت هو أنها من ثلاثة أحرف آلف أولاً مام الأوسط والأخير هو طاف أي تبدأ بالحرف الأول في الأبجدية العبرية وحرف مام في منتصف الأبجدية وطاف هو آخر حرف في الأبجدية إذا أردت أن تكون حقيقياً فكن حقيقياً في البداية وفي المنتصف وفي النهاية ولأن الله إله حق وليس فيه أي شيء باطل أبداً ولأن الله حق فهو متفرد وصادق ولأنه إله بار وحق فهو يعطي لنا وعوداً وهو يحفظ تلك الوعود يحترم الوعود ولا ينقضها أبداً بل يلتزم بكل وعد من وعوده لا يوجد أي ظل دوران حين يقول شيئاً أو وعداً يمكن أن تثق به ووو ووو وهذا يساعدنا لنثق به بالتأكيد ووو أتعرف هذا الأمر بالنسبة لي كشخص مسلم أي تربيت مسلماً لم يكن في فكري أن أثق بالله فأنا لم أكن أعرفه إذ لا توجد آية آية في القرآن تقول إن الله هو الحق يقول الحق ويقدر الحق ويعاقب الكذبين لكن لا يوجد ما يمكن أن تطالب الله به وتقول لأنك أنت هو الحق من البداية للمنتصف للنهاية لذا أنا أثق بك لا الله يريدنا أن نطالبه بكلمته الله يريدنا أن نطالبه بكل وعوده التي وعدنا بها في الكتاب المقدس لأن جزءاً من أمت جزءاً من أمت هو مرتبط بأمنا وهو الإيمان فهمتني؟ وهكذا الحق مرتبط بالأمان لأن الله حق فهو أمين ولأن الله حق وأمين يمكننا طبعاً أن نثق به هذا أمر مذهل يمكن أن تكون في علاقة كما قلت ليست مبنية على الثقة كيف تقدر أن تعرف شخصاً ما إن كنت لا تعرف ردود أفعاله في أي موقف يحدث الله هو الحق تعني ثابت لن تتحير أبداً في رد فعله آمين آمين قلت كلمة مهمة وهي تعني الإيمان أي الثقة قلت أمونة صحيح؟ نعم أمونة في العربية نقول إيمان كلمة إيمان معناها أن نؤمن أن تثق في الله لكننا لا نربطها أبداً بكلمة حق نعم بل نقصد أن نؤمن به نعم وأكرر أني أظن أن الكلمة هذا أمر شيء لأن كلمة آمونة أي الإيمان تأتي من العبرية آمان والتي تعني أن تكون مستقيماً مخلصاً ثابتاً لذلك فالله آمونة أي مخلص إنه إنه مخلص ثابت ومتوازن وإنه مستقيم ونفس كلمة آمونة يمكن أن تعني إيماناً أو أماناً لسنا مدعوين لنؤمن به فقط بل لنكون أمناء معه وبنفس الطريقة هو أمين معنا وهو مخلص لنا إنه لا يتوقع فقط أن نكون مخلصين ولكنه هو أيضاً مخلص لنا وقدوتنا في الإخلاص ولكنني أنا كمسلم أو عندما كنت مسلماً كنت أؤمن كما قلنا أن الله أكبر إله كبير وهذا الإله الكبير لماذا عليه أن يكون مخلصاً لي وأنا وأنا فقط مجرد إنسان بمعنى لماذا عليه أن يحمل نفسه مسؤولية أن يكون مخلصاً لنا هذا سؤال رائع أظن أن هناك أمرين أولاً الله هو مش باتيز أي العدل وجزء من هذا العدل يعني أن تطبق وتعيش حياة الحق والحكم على الأمور والتصرف بالعدل والفتنة إذن جزء من شخصية الله العادلة أنه دائماً ينفذ كلامه ودائماً يطبق الحق في كل موقف من مواقف الحياة لكني أظن أن هناك جانباً آخر أساسي وهو أهذا الله محبة وأعتقد أن هذا حقاً ليس معناه فقط أن الله يحب البشر الله هو أهذا الله هو المحبة وأعتقد أن معنى ذلك هو أن هذا أساس السبب في خلق الله للعالم في البدء الله لم يخلق العالم لأنه كان يرغب في خدم وعبيد بل لنفس دافعنا لإنجاب أطفال الحب بطبيعته معطاء المحب يرغب في أن يعطي من نفسه وأن يشارك نفسه ويريد الأفضل للآخرين نعم لكن هذا أمر مهم جداً يا رابي جيسون هل تعني هل يحبنا الله لأنه يريد أن يحبنا؟ أم ما الذي يدفع الله ليحبنا؟ هل يحبنا لأن هذه هي إرادته؟ أم كيف لنا أن نفهم ذلك؟ نعم أنا أعتقد أن أعمال الله مؤسسة دائماً على جوهره الله دائماً يتصرف بناءً على طبيعته وكينونته لذا ليس الأمر أن الله يحب أو يختار أن لا يحب الله هو المحب هذا تعريفه الله محب وهو لا يتغير أبداً لا يتغير أبداً إنه هكذا لأن هذه هي حقيقته الله محب أظن أن جزءاً مفتاحياً له هو الحب فهناك عدة أبعاد لطبيعة الله المحب الله محب أولاً تعني الله خير حسناً ماذا نقصد حينما نقول الله خير هذا يعني أن الله دائماً متمركز ليس على مصلحته ولكنه يركز على صنع الخير للآخرين حين تحب شخصاً حباً نقياً وحقيقياً وليس أنانياً الحب بطبيعته معطاء أنا لا أحب أطفالي بشروط إن فعلوا ما أريده أحببتهم وإن لم يفعلوا كرهتهم هذا ليس حباً لن أنسى موقفاً كان أولادي يلعبون البيسبول كنا مرة في مباراة وضرب ابني ضربة جيدة فجاءني أحد المدربين وقال أنت تحب أولادك طبعاً تحبهم لأنهم يلعبون جيداً حسناً قلت لا إنه ابني أحبه إن لعب مباراة سيئة أو مباراة رائعة هذا لا يهمني أنا أحبه بدون شروط هذا هو الحب تقصد أنه لا يوجد ما يمكن أن نفعله في حياتنا يجعل الله يحبنا أكثر أو يقلل حبه لنا لا أبداً هناك أمور إن فعلناها الله يرضى بها لكن محبة الله ليست أنانية يريد أن تكون علاقتنا به لا كعبيد بل يريدنا أن نكون أبنائه وبناته لقد خلقنا لتكون لنا علاقة حميمة به ولكي يرتبط بنا وهو يحبنا فقط على أساس حقيقة أنه خلقنا لأن هناك أمراً في الإسلام الله خلق الإنسان خلق البشر فقط ليخدمه فقط ليكون عبيداً له عبد الله ليس من أجل العلاقة لا هذا بالطبع أمر مهم حقاً لكني أظن أن ذلك ليس الفهم الكتابي أو العبري لأن الله خلقنا على صورته لقد خلقنا أقل بقليل منه كما يقول سواء إلهيم أي هو نفسه كإله أو أقل بقليل من الملائكة نحن تاج الخليقة وقد خلقنا لنتواصل وندخل في علاقة وأكرر محبته مرتبطة بالخير يريد خيرنا ليس لأي سبب أنني كما يرتبط ذلك بخان أي نعمته فالله يتعامل معنا لأن الله حنون ورحيم مليء بالنعمة ومليء بالحنان نقول في العربية حنان ورحيم بمعنى أنه مليء بالحنان والرحيم نعم ما هي النعمة؟ النعمة هي الفضل غير المستحق لأن الله لا يتعامل معنا على أساس ما نستحقه بل يتعامل معنا بأكثر مما نستحق حتى عندما لا نتوقع نعمته حتى عندما لا يكون لنا أي حق لأن الله رؤوف فهو يبارك البشر ويحبنا حتى إن لم نكن أهلاً لذلك وحتى إن كنا لا نستحق هذا لأن الله خانون أي إله حنان وهذا ما يحفز الله ويحبنا لأنه حنان ونعمته مرتبطة برحمته مرة أخرى لا يمكن أن تكسب محبة الله ولا أن تكسب فضله إنهما هبة هذا أمر يجب علينا أن نقف عنده لأنه بالنسبة لي عندما كنت مسلماً كنت باستمرار أحاول أن أن أستحق فضل الله وأنا لم أعلم قط هل يحبني لأني صليت خمس مرات هل يحبني أكثر الآن لأنني قرأت القرآن لكن هناك الكثير من الناس يريدون فقط أن يرضوه لا يعرفون أن الله رحيم ورؤوف وهذا الأمر هو في الواقع الفكر الذي يمكن أن يحررنا نعم بالطبع إن الله يحبنا ولا يريدنا أن نخدمه أو أن نكون خائفين منه لأن الله لا يريدنا أن نعيش خائفين إننا إن لم نتصرف بطريقة ما أو لم نفعل أموراً ما وإن لم ننفذ وصاياه سوف يعاقبنا وسوف يغضب منه الله ليس ضابط شرطة إلهياً في السماء يتأهب ليمسكنا عندما نقع في خطأ ما الله ليس هكذا ليس هذا طبعه بل إنه أب محب رحيم يرغب في شيء واحد هو التواصل معنا نرى ذلك بطرق عديدة ومختلفة لكن أكرر جزء من ذلك هو رحمته عندما ينظر إلينا يفهم أننا بكل بساطة مساكين ولا يمكننا أن نكون مثاليين ولا يمكننا أن نعطيه ما يستحقه نحن ضعفاء بل نحن محطمون نحن لدينا مشاكل في حياتنا لذلك الله يعاملنا برحمة كلمة راخميم التي تأتي من كلمة راخموم وكأنه أم تحمل ابنها كأم حنونة على طفلها الباكي الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا هكذا يتعلم معنا في العربية نقول رحيم رحيم تأتي من كلمة رحم أي رحم الأم الذي يحمل الجنين نعم إذن الأمر هو أن الله يريدنا في هذه العلاقة الحميمة مثل علاقة الأم وطفلها في رحمها وبعد أن تلد بالطبع الله خلقنا لنرتبط به هذا هو كل الهدف من الخلق المحبة ترغب في أن تشارك نفسها وأن تعطي أيضا من نفسها وهذا هو حافظ الله لهذا يقول في يحنى 3-16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية حافظوا الله هو الحب هو البحث عن خيرنا وعن ما هو أفضل لنا هذا وإنه هو الله الحق والأمان واللطف والرحمة والحنو يقول في سفر الخروج إنه عندما ذهب موسى النبي لينقذ بني إسرائيل وذهب وقتها لشيوخ شعب إسرائيل وحين قال لهم إن الله رأى معاناتهم حين أدركوا أن الله يهتم بهم سجدوا أمامه وصلوا أنت تربيت على العبادة بدافع الخوف أم بدافع الحب هل كنت مغمورا باهتمامه وحبه لك أم العكس أنا نشأت على العبادة خوفا منه لأنه قال إن علي أن أصلي خمس مرات سنتحدث لاحقا عن مفهوم الصلاة وعلي أن أقوم بفروض معينة مثل أن أقول الشهادة الإسلامية أو أدفع الزكاة أنا كنت أعبده هكذا لأني خائف منه إن لم أفعل ذلك عقبت تخيل؟ أعتقد أن الكتاب المقدس يتحدث عن مخافة الرب لكن هناك خوف سفلي وخوف علوي ما معنى هذا؟ السفلي هو أن تتصرف بدافع الخوف من العقاب مثل الطفل الذي يخاف ألا يسمع كلام أبيه أو أمه إذ ستكون العواقب وخيمة هذا هو الخوف السيء غير الناضج لكن الخوف الذي يريده الله هو الإحساس بالتبجيل الشعور بالإعجاب تقول واو الله يحبني كثيرا ويهتم بي كثيرا ويدبر كل أموري ويرشدني ويقودني ويوجهني ويسعى لتحقيقي كل ما هو لخيري ثم يغمرني بهذا الحب وبدافع شعور القلب بهذا الحب نحن نعبد الله ونشكره ماذا تقول لشخص ما يعيش حياته خائفا من الله ولا يصدق أن الله يحبه ويستيقظ صباح كل يوم يبحث عن الله المحب أقول له من المهم أن نتأمل إحدى أهم الآيات في فهم من هو الله النبي موسى بعد خطية العقل الذهبي بعد أن عصوا طلب من الله أن يعلن عن نفسه والله كشف عن نفسه لموسى فصرخ أدناي أدناي خنون رخوم إيريك أوباي مودال خسد أي ربي وإلهي رؤوف ورحيم هو بطيء الغضب إلهي كثير الرحمة أقصد هذا هو المذهل في الأمر إنه رؤوف ورحيم ومحب بعد أن تعرف كل ذلك تجد أنه ما زال عندما نخطئ أو نقع في خطأ ما يكون إيريك أي يكون بطيء الغضب لا يسرع إلى إدانتنا ولا يصرخ في وجوهنا في الحال ولا يعاقبنا في الحال بل الله بطيء الغضب آمين آمين أمر مذهل الله سريع في غفرانه كل ما علينا هو أن نطلب ويريدنا أن نعرف ما في قلبه وأنا لهذا السبب أشجع كل من يشاهدنا تأكد الله يحبك الله يهتم لأمركم يحبك أكثر مما يمكن أن تحب نفسك إنه أب رؤوف ورحيم فقط قل له يا رب أريد أن أرى حبك وهو بالتأكيد سيعلن عن حبه لك من خلال ابنه يسوع المسيح آمين آمين رابي جيسون كما سمعنا الآن الله يحبك أينما كان موقعك وأيا كانت حالتك الراهنة يمكنك أن تجلس حيث أنت ومن قلبك قل له كنت أبحث عنك ولم أعلم أنك تحبني تحدث معه وافتح قلبك له سيدخل إليك ويغير حياتك بحياة جديدة رابي جيسون شكرا جزيلا شكرا لك أنا سعيد بك سنتقابل مرة أخرى في حلقاتنا التالية الرب يبارك خدمتك وخدمتك أنت أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر